تزامنا مع اليوم العالمي لمرض فقر الدم المنجلي تحتفل مملكة البحرين بإنجازاتها في هذا الملف الذي تؤكد من خلاله الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة للمرضى نعم مشاريع عدة وبحوث علمية طرحت خلال السنوات الماضية ولم تتوقف خلال جائحة كورونا ما أسهم في توفير خدمات صحية جديدة ومطورة لمرضى فقر الدم المنجلي علاجات مناسبة ورعاية صحية ذات جودة عالية قدمتها حكومة مملكة البحرين من خلال الجهات المعنية لمرضى فقر الدم المنجلي بشكل يومي ومستمر لتؤكد اهتمامها الكبير بصحة المرضى من هذه الفئة وتأتي هذه الخدمات بعد دراسة علمية لتكون الأفضل للوصول لراحة المريض وتخفيف عن ألمه عن طريق بحوث واجتماعات دورية تنطلق من مركز أمراض الدم الوراثية والذي يعتبر مركزا فريدا من نوعه في المنطقة بطاقة استيعابية تفوق 130 سريرا ليكون مقرا أساسيا للإسهام في الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال تطوير الخطط والبرامج العلاجية في زمن مع يوم السكلار العالمي نحن نهي المرضى في يوم مخصص لمرضى أمراض الدم الوراثية والجهود كلها داعمة وتصب في مصلحتهم وفي خطة عمل تستحدث خطة خمسية لدعم مرضى السكلار طبعا جهود الحكومية مع القيادة الرشيدة في دعم لأحدث المستجدات أحدث الأدوية انخفاض نسبة الوفايات وتطوير هدمات المركز بنسبة 300% في نقل واستبدال الدم مقارنة بالنظام السابق وتحويل 35% من المرضى إلى الحبوب الطبية هذه العوامل أدت إلى استقرار حالة المرضى ما يؤكد نجاح الخطط الوطنية التي وضعت في هذا الشأن من أبرز الأرقام التي تكلمنا فيها هي انخفاض في نسبة الوفيات بالنسبة 43% مقارنة بالخمس سنوات الراحة وخمس سنوات اللي جت وارتفاع في نسبة مرضى المستفيدين من برنامج نقل واستبدال الدم الدوري بمعدل 300% مقارنة بالسنوات اللي فاتت هذا ويقدم المركز العلاجات الطبية ذات الاعتماد العالمي كعلاج الهايدروكسيوريا وكريز انزوماب أو الأدافيكيو وتعتبر المملكة أول دولة تسجل هذا الدواء بعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الإجراءات العلاجية والبنى التحتية والخدمات التمريضية والطبية والخدمات الإدارية والفنية المساندة المدربة والمؤهلة والتي تعمل لتقديم خدمات صحية شاملة لمرضى فقر الدم المنجلي بصورة خاصة وبجودة عالية تطوير مستمر ورعاية شاملة وكاملة توليها المستشفيات الحكومية وخصوصا لمرضى السيكلر حيث تتبع آخر التطورات العالمية والبروتوكولات العلاجية لتقديمها في مملكة البحرين بعد دراستين كافيتين ووافية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين